أهلا بيك أستيس طاري وصباح الفل أهلا 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 شام ازايك صباح الأنوار الحمد لله بخير والله وحشتناه أستيس طاري لكن طبعا بيعود ريابك معنا بشكل شخصي وجودك على الهوى كله كله بحالة احتراز دلوقتي كم من الاحتراز مبالغ فيه وزائد كم من مبالغ فيه ممكن مش دقيقة لأنه احنا شايفين أنه فيه أعداد من الإصابات بتحصل لكن فيه دقة شديدة بحكم تواجدي في المهرجان دقة شديدة جدا فيه تطبيق كل الإجراءات الاحترازية يعني أنا خلعت بس الكمامة عشان أنا في الحجرة بتاعة الفندق لكن أول ما بتنزل وانت في الأسانسير وانت في اللوبي حتى مش بس وانت في دار العرض وانت في منعشة كل ده مستحيل يبقى من غير كمامة ومستحيل يبقى ما فيش مساحات آمنة بين كل واحد والتاني يعني فيه صرامة في تطبيق موضوع الاحتراز سرامة لي يا ستر الفرق ما بين مهرجان الجونة ومهرجان اسكندرية من حيث التنظيم أو من حيث الإجراءات الاحترازية طبعا للأسف شخص بعض الحالات ظهرت في عقاب مهرجان الجونة وأرجو أنه يعني ربنا ما يبقاش فيه أي حالات في عقاب مهرجان اسكندرية إن شاء الله لكن أنا عايز أقول وفيه فرق طبعا لأنه مهرجان الجونة عنده يعني مساحة اختياراته الأفلام أفضل بكتير الإمكانياته أكبر فبالتالي مش هنقارن يعني المقارنة مش هتبقى الحقيقة عادلة بين مهرجان عنده أولا كمان كوادر في الاختيار عالية وعنده إمكانيات مادية عالية وعنده باع طويل فيه يعني أغلب اللي بيشتركوا في جلب الأفلام في الجونة لهم كمان يعني خبرة عريضة أسبق من الجونة بكتير الجونة عمره أربع دورات فقط إسكندرية طبعا أعرق وبدأ تسعة وسبعين يعني ودي دورة رقم ستة وتلاتين لكن معكد أن إمكانياته أقل كوادره أقل وبالتالي مش هنقارن يعني المقارن هنا لن تكون زي ما قلت في الأول لن تكون ظالمة للإسكندرية لكن حتى في ذلك الإمكانيات المحدودة المهرجان يعني كمان السنة الدولة نقاصة الميزانية 50% نظراً للأوراة اللي احنا عارفينها اللي بتمر بيها مصر وبتمر بيها العالم كله فميزانية المهرجان اللي بتدعمه وزارة الثقافة نزلت للنفس ممكن طبعاً بالإمكانيات دي يبقى فيه مثلاً أفلام أفضل ممكن طبعاً يبقى فيه ضيوف أفضل لكن لازم نحط في الحسبان أن أنت في سنة استثناعية يعني تلغى مثلاً حفل الافتتاح ده كان بسبب الأمطار أعتقد يا سستار تاب الأمطار صح بس لو أنت لو أنت كنت في ظرف عادي كان حفل الافتتاح لأنه الافتتاح هو أيه اللي خلل يلغى حفل الافتتاح لأنه في مكان مفتوح لازم يبقى مفتوح عشان خطر الفيروس فلو لم يكن هناك فيروس كورونا كان الافتتاح أقيم حتى لو كان فيه أمطار يعني من أجل مفتوح المصدر المصدر didn't يمكن المصدر